السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في قناة روك للنوادر هذا الفيديو متميز جدا 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 في هذا الفيديو لا يهمني أبدا بتاتا إلى من يصل من الأشخاص السيئين لا يهمني أبدا بتاتا مطلقا أي شخص محتال مهما كان وثقل وزنه وما كان ومهما كان محتالا أو واصلا أو ذا نفوذ أو ذا مكانا مجتمعيا الصدق لسان الحق عليك بالصدق فمن صدق في أقواله جل قدره الحقيقة هي الدواء المر لهذا السبب لا يستطيع الكثيرون تناوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سوف نتحدث بشكل مختصر وسريع عن موضوع الزابق الأحمر الزابق الأحمر بشكل مختصر وسريع جدا ويمكنكم التأكد من الكيميائيين في هذا المجال في مجال الكيمياء وليس في مجال الخرافات أزابق الأحمر هو مجرد خرافة خرافة لا حقيقة لها لا حقيقة لها لا يمد للواقع بصلة ولا يمد للروحانيات بصلة ولا يمد لعلم التاريخ بصلة هي مجرد خرافة بدأت من فرنسا القديمة منذ عام 1700 ميلاديا من خلال بعض الكيميائيين الذين كانوا يحاولون تحويل التراب إلى ذهب وصنع ما يسمى بحجر الفلاسفة وصنع الزابق الأحمر وهي خرافة تناقلتها الأجيال منذ أكثر من 700 عام ولكنها كثرت منذ 300 عام إلى اليوم هذه الخرافة قد دمرت أجيال كثيرة وقد خسر الناس مبالغ طائلة في البحث عنها في البحث عن هذه الأوهام في البحث عن شيء لا يمكن أن يتحقق هناك أناس خسروا أموال كثيرة هناك أناس كانوا ضحية لعمليات نصب متكررة هناك أناس للأسف وقعت في مشاكل كثيرة بسبب هذا الشيء الوهمي والذي يعد كذب لماذا؟ الزابق في الطبيعة يتواجد ويتوفر باللون السلفر الفضي يمر في بعض المراحل يتسخ فيصبح باللون الرمادي إلى اللون الأسود الخفيف الزابق له أكسيد يسمى أكسيد الزابق لو نظرتم إلى أكسيد الزابق سترون أن لونه قريب من الإحمرار أكسيد الزابق لو تم تلوين الزابق بواسطة أكسيد الزابق أو بواسطة مواد أخرى لن أشرحها طبعا حتى لا يفرح لنا الصابون والمحتلون هناك طريقة لتلوين الزابق لكن مجرد لون لن يغير في حقيقة الزابق شيء لن يغير في حقيقة الزابق شيء هم يقولون أن هناك زابق من أيام الفراعنة وهو زابق روحاني ومن هذه الدواليك وهكذا أمور يقولون أن الزابق يعني يستطيعون من خلاله وجلب الكنوز وإلى آخره وهي خرافات في خرافات لا حقيقة لها وفي الآوين الأخيرة منذ حوالي 15 عاما إلى اليوم كثر الحديث عن الزابق 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 والزابق الأحمر خصوصا والذين يقولون أنه يختفي على المرآة ويتحرك من خلال الثوم ويجذب الذهب وإلى آخره هذه خرافات كلها فوتوشوب كلها فيديوهات معدلة على الفوتوشوب كلها خرافات وأكاذيب لا وجود لها سوف نكشف الآن طريقة من طرق النصابين ونوضحها لكم لماذا تورون في بعض الفيديوهات زابق فعلا يختفي على المرآة أو لونه أحمر أول آخره يأتون بالزابق الفضي يتم وضع عليه صبغ هذا بالنسبة للطريقة الأولى طريقة الأولى التي تكون وقعية لكن لا تنجح على المرآة يضعون على الزابق الفضي صبغ باللون الأحمر صبغ من مادة معدنية يتم صبغه لمدة دقيقة أو دقيقتين طبعا يصوره لك تراه لونه أحمر لكنه إذا تم غسله بكحول أو غسله بليمون أو في شيء آخر يرجع إلى طبيعته الزابق الفضي الطريقة الثانية يضعون قطرة حمراء متحركة كما سوف ترون الآن في الفيديو الذي سوف أعرضه وأكرره لكم يضعون قطرة حمراء بواسطة الفوتوشوب على صحن وتتحرك وهي مختفية عن المرآة طبعا هذا الفوتوشوب يعني البرامج الفوتوشوب معروفة يمكنك أن تفعل أشياء عظيمة جدا بها مثل أفلام ديزني أو أفلام هوليوود أو إلى آخره وتختفي القطرة الحمراء التي تظن أنها زئبك وتتحرك تختفي من خلال المرآة وهي من خلال الفوتوشوب ولا حقيقة الأمر بتهتا وإطلاقا إخواني أخواتي أنصحكم نصيحة إنسان لا يريد منكم مقابل إنسان يريد أن تخرج العرب العرب من الظلمات إلى النور من الجهل إلى العلم مع أن العرب للأسف يعني أنتوا إخواني أخواتي أنا بحزن على الأشخاص المثل هيك اللي بيآمنوا بهذا الشيء وبيبحثوا عن أشياء وهمية إذا ما تأكدوا وتحققوا منه يعني هذا مصيبة 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 كبيرة مصيبة عظيمة يعني أنت بتساعد على الجهل وبتساعد على النصب بتساعد على الاحتيال وبتساعد على الوهم يعني هذه مصيبة إحنا وناس أجدادنا كانوا علماء علماء أمة أصلا الدول الأوروبية والغربية كلها أصلا ما قامت إلا على علوم العرب الأولين فحرام يعني حرام يا إخواني اللي بيصير حرام حرام انتبهوا على عقولكم وانتبهوا على نفسكم وانتبهوا على أبنائكم وأخوانكم وأصدقائكم يا ريت ما تتبعوا الجهل في الفيديو التالي سوف أشرح عن اللبان العمودي واللبان الخارق وتفاصيل لم تسمعوها أبدا بتاتا في حياتكم أنا أشرح عن أمور علمية ومصادر حقيقية لا أشرح عن شيء وهمي لا أحب الوهم للناس ولا أحب الدجل للناس وهكذا أمور وإذا كان لديكم أي شيء آخر يحيركم ضعوه لي في التعليقات حتى أشرح عنه إن شاء الله وبالدليل القاطع بإذن الله تعالى انظروا إلى هذا الفيديو وشاهدوه كثيرا وأعيدوه مرارا وتكرارا وفهموا أن الطريقة الأخرى هي مجرد صبغ للمادة طبعا يوجد ما يسمى بالبلحات أو بالعبوات المغلقة هي عبوات طبعا صنعت حديثا وتم تعطيق لونها ودفنها في التراب يخرجها لك النصاب يقول لك طبعا بيحلف لك بكل الأيمان السماوية وبيقسم لك في كل الديانات والكتب السماوية أنه هو صادق طبعا واخرجها من تحت الأرض وهي لا من تحت الأرض ولا من فوق الأرض هي مجرد عن جس أو معجون منها معجون سيارات ومنها معجون الأسمنت أو خليط بطيني يضعون داخله زجاجة مثل زجاجة الأنسلين أو البنسلين بحسب لهجة أو لغة بلدكم يضعون بداخلها زجاجة مثل زجاجة العطرة أو زجاجة الدواء ويضعون بداخلها الصبغة الأحمر ويرسمون عليها نقوش غريبة وأشياء عجيبة ويقولون هذه العبوة أو هذه البلحة كما يقولون هذه بلحة أثرية وعبوة أثرية قديمة فيها الزيبق أحمر ويتم النصب على الأشخاص من خلالها لا تقعوا في الوهم أرجوكم الزيبق الأحمر شيء غير حقيقي الزيبق الأحمر مجرد زيبق ملون معمليا ومخبريا لا يسمن ولا يغني من جوع ليس له أي فائدة بتاتا إلا في الصناعات الطبية بالأصل هو سلفر ويتم صبغه إلى مدة دقائق أو ثواني أو أيام الزيبق لا يوجد شيء اسمه زيبق روحاني لا يوجد شيء اسمه زيبق أحمر روحاني لا يوجد شيء اسمه يختفي على المراية هذا فوتوشوب لا يوجد شيء اسمه يحركه الثوم هذا أيضا لعبة وخدعة يتم مثلا وضع قطرة من المادة الملونة على سبيل المثال داخل صحن ويتم تحريك الصحن بإحدى الأصابع بدون أن تنتبهه من خلال الفيديو ويقول لك أنه هو نفر أو هرب من السن الثوم أو قطعة الثوم هذا الشيء باطل هذا الشيء غير حقيقي وغير منطقي يزعل اللي يزعل واللي على حق ما بيزعل والحق ما بيزعل الحق ما تزعل منه وصاحب الحق ما بيزعل واللي على حق ما بيزعل بتاتا دمتم بخير ابعدوا عن الشبهات وابعدوا عن الأمور الغالمنطقية بارك الله بكم تحياتي لو ملاحظين الزيبق مختفي بالمرايب كيف حصل هذا